للبحث عن سبل تعديل السلام والعيش المشترك بين المجتمعات بدول المنطقة جاء المؤتمر الإقليمي للجهات الفاعلة في المجتمع المدني الذي نظمته لجنة مدابعة النداء للسلام والمصالحة بهدف مناقشة أهم المواضيع التي تسهم في السلام الدائم بين المجتمعات الأفريقية وخلال أعمال المؤتمر قدمت الكثير من المداخلات حول السلام والتضامن والعيش المشترك إضافة إلى مكافحة العنف والتطرف للوصول إلى سلام مستدام منسق لجنة متابعة النداء للسلام والمصالحة أبد الرحمن علي قال نحن في المجتمع المدني من خلال المؤتمر نسعى لرفع التحديات التي تواجه الدول الأفريقية وخاصة وسط وغرب أفريقيا لتحقيق الأمن والسلام بالدول الإقليم الأمين العام لوزارة إدارة الأراضي واللا مركزية والحكم الرشيد جوندول فيكاما أشار إلى أن هذا اللقاء الذي جمع مختلف ممثلي المجتمع المدني بدول أفريقيا جنوب الصحراء سيعمل على وطع سبل كفيلة لأسس السلام بين المجتمعات الأفريقية كما أنه يعزز التعاون بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني هذا المؤتمر الإقليمي شارك فيه مختلف ممثلي الجمعيات المدنية بدول وسط وغرب أفريقيا